اشتركوا في القناة اشجار ذات الطلب عليها عالميا لانها يعني بتستخدم في الكثير من الامور ليس فقط كمصادات للرياح ولكن ايضا بتستخدم في الاستخدامات المتعلقة بالاساس وخلافه من هذه الاشياء اللي بتكسف الحياة الدولة المصرية درواتي من جهودها في التوسح في زراعة الاشجار الخشبية وتحديدا من خلال المبادرة الرئاسية مصر سنويا بتستورد قرابة المليون ونصف المليون دولار بهذه الاشجار الامر اللي تطلب مؤخرا ان تكون هناك مبادرة رئاسية تتوسع في زراعة الاشجار الخشبية وفي نفس الوقت توفر هذا العامل الطبيعي اللي بيستخدم في العديد من المجالات والسيامة كمان لو وصلنا لمرحلة التصدير وتمثل عائد قوي كبير جدا يدر بالدخل والعملة الصعبة للدولة المصرية وايضا مهم كمان ان يكون في توعية لدى كل اخواننا المزارعين ان هم يزرع هذه الاشجار الخشبية ويكون في دورة زراعية لهم يستفادوا منها ويحسنوا دخلهم اعتقد التفاصيل دي ان شاء الله نعرفها مع ضفنا العزيز المهندس الزراعي المهندس محمود حمري برحب بيك باش مهندس كل سنة حالك طيب حبيب الله سلام سيادة وحادك بالصلاة والسلام الله يعزك منور حبيب بنور سيادتك الاشجار الخشبية اخبارها ايه في مصر حاليا بعد المبادرة الرئاسية لا طبعا مما لا شك في ان المبادرة الرئاسية اللي اطلقى سيادة رئيسة عمفتاح السيسي فرقت كتير في الموضوع الاشجار الخشبية يعني احنا بقلنا سنين سواء كشركات قطاع خاص او قطاع حكومي بجانب المراكز البحثية المتمثلة في مركز البحوث قسم مشجار الخشبية بنحاول نسعى ان احنا ننشر الفكر دوت والثقافة دي والحمد لله في فضل الله اهتم سيادة رئيس بيه النقطة ديها بالذات واطلق المبادرة الرئاسية بعد مؤتمر قوب ناينتين اللي كان موجود في مصر واستضافته مصر انطلقت المبادرة الرئاسية لازرعت مئة مليون شجرة في جميعا حق جمهورية مصر العربية مش الفكرة بس انتاج الاخشاب رغم ان ده موضوع مهم جدا ان احنا لازم نشتغل عليه واندعمه لان احنا زيما حضارك ذكرت احنا بنستورد با اكتر من مليون ونص دولار سنويا مليار ونص مليار ونص مليار ونص اخشاب مليار ونص اخشاب اللي هي في صورتها زي ما هي المصنعة بجانب نصف مليار في صورة ورق وعجينة ورق يعني احنا بنستغل كميات رهيبة ومع زيادة معدلات النمو السكاني هتزيد الكميات دي فالمبادرة الرئاسية مش بس الانتاج الاخشاب ولكن لمحاربة الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري صحيح بالوقتة مهمة جدا وانحنا بنشتغلات مناخية حاليا في مصر في الجو احنا في شهر اربعة الجو ساعة في بعض الاوقات وحر في بعض الاوقات صحيح فالمبادرة الرئاسية لها كزا اتجاه وكزا محور انتاج اخشاب احتباس حراري والجانب الثالث ومهم التخلص من مياه الصرف الصحي والمياه العادمة فهي بتلعب على اكتر من اتجاه تمام طيب ازاي نعزز من ثقافة زراعة الاشجار الخشبية وتحديد لدى اخواننا المزارعين لان البعض بيرجي الموضوع بقولك انها طويلة المدى المكسب بتاعها بعيد هستفاد منها ايه الحاجات دي كلها ازاي بقى يكون في عندنا وعي لدى كل اشقان المزارعين بتعزيز ثقافة زراعة الاشجار الخشبية هو حاليا الحمد لله بسبب الانفتاح الالكتروني اللي موجود دلوقتي السادة المزارعين ما بقى ناس زي زمان اللي هو كان الموضوع مقتصر على الارشاد الزراعي ولكن دلوقتي وسال التواصل الاجتماعي وكمان مثلا القنوات التلفزيونية اللي بتهتم بالامور ديات زي قناة مصر الزراعية بدأ فيه وعي لدى السادة المزارعين اللي هم ما يعرفوا يعنيه كلمة اشجار خشبية كان الاول امر كله منحصر ومقتصر فيه نوعين ثلاثة من الاشجار هم خلص احنا عارفينهم من زمن الزمن وشغالين عليهم ولكن دلوقتي زي ما قلتو حداك الانفتاح دوت خلى يعني بيتردت على اسماء السادة المزارعين في اسماء جديدة اشجار خشبية جديدة خشب احنا ممكن نشتغل به هنا ونزرعه هنا وننتجه هنا وخصوصا الاشجار دي مش جديدة علينا فيه عندنا حاجات كتيرة بدأت من ايام عهد محمد علي والاسرة الحاكمة كاملة ادخاله انواع مختلفة من هذه الاشجار الى جمهورية مصر العربية وتوطنت واستوطنت فيها فاحنا بالفعل عندنا اشجار خشبية ولكن كان ينقصنا ان احنا نعرف السادة المزارعين الاهمية بتاعتها ايه تجيب لهم فلوس ازاي لان احنا بنزرع علشان نكسب هي اه يعني يمكن العقبة الوحيدة في مجال زراعة الاشجار الخشبية اللي هو طول فترة الانتاج فقط لغير ولكن لو بصنا النقطة سيادتك انا مثلا عندي مزرعة فدان وليكن واحطها بصور من الاشجار الخشبية ايا كان هوي يعني حاليا اصبح يعني يعني اللي اقل شجر اصبح لها سعر يعني احنا مثلا موضوع الازمات العالمية دلوقتي وكل الدول بتقفل على بعضيها فاحنا بالنسبة للاخشاب احنا اتجاهنا دلوقتي ما بناشى نبص برا لان احنا عايزين نبص اللي جواه فده اللي خلنا مثلا حاجة زي الجزوارين سعر الطن يرفع من خمسمائة جنيه يوصل لالف ونص والالفين والالفين ونص وما بقاش موجود يعني موضوع الارئيسية دلوقتي شغالها مثلا على زراعة بعض الانواع بعينها لان هي دي الانواع اللي تلائم البيئة بتاعتنا بجانب برضو ان احنا نقدر نوفر لها المية بتاعتها بسواء مية عدمة لان في بعض الانواع من الاشجار ما بتحبش جير مية مضيفة فانا الفكرة كلنا تخلص من اتنين مليار متر مكعب بيطلعوا من عندي مياه عدمة ومياه صرف صحي وصرف زراعي اوجههم للاتجاه الصحيح اللي هو زراعة اشجار خشبية فبالتالي الوقت اللي احنا فيه دوات كل الخشب بقى ليه قيمة فالمزرعين فهموا نقطة زي دي فبدأ التوجه انا بقى عندي اكتر الحمد لله في مصر دلوقتي في اكتر من مية نوع من الاشجار الخشبية الممتازة جدا اللي نقدر نعتمد عليهم في استخداماتنا سواء الصناعية او نوجهها لاستخدامات اخرى من الانواع الاخشاب المختلفة اللي احنا بنعوزها في مصر فالموضوع بالنسبة لنا دلوقتي اللي اخلاص بقى مفتوح احنا بالفعل بنزرع المبادرة الراسية بالفعل خلت المزرعين بقى عندهم وعي بقيمة الاشجار الخشبية في اي اتجاه من اللي احنا اذكرناهم في الاول سواء ان انا بشتغل مصدات الرياح عشان انتج اخشاب مستقبلا واعمل قيمة مضافة للمزرع بتاعتي واللي انا زرعه او للتخلص الامن منها الصرف الصح لان دي الوسيلة الوحيدة اللي اقدر اتخلص منها بالمية بشكل اامن ان انا وجه لازرعات اشجار خشبية ايا كان نوحة او ان انا واجه الاحتباس الحراري صحيح الغابات الشجرية يعني دورها ايه ويعني ايه الاستفادة معها خاصة لما تبقى موجودة عندنا تحديدا فيه الاماكن اللي يحتاجين نكون فيه مصدات للرياح وايضا دورها لما نكون عندنا مناطق صحراوية نستثمر فيها هزي الاشجار الخشبية ده ممكن يكون ازاي من وجهة نظرحك برضو يا بشمان شاتك احنا عندنا اراضي عدمة او اراضي اه يعني غير قابلة للزراعة المحاصلة التقليدية ايه في كل مدينة او في كل محافظة ليها ظهير صحراوي اكيد كل تقريبا محافظة دلوقتي بقى فيها محطة صرف صحي اه المحطة المركزية ليها ظهير صحراوي بتزرع اشجار خشبية اه ابسط مثال عندنا مدينة السادات فيه الغابة الغابة المصرية الصينية غابة الصداقة دي تقريبا قطر من اربعة تلف فدهم بطروة بمياه الصرف الصناعي الصرف الصناعي بعينه لان فيه مصانع هناك دي منطقة صناعية فالاشجار كلها مواجهة هناك ان هي تنزرع اشجار خشبية ده كله بيعود على المنطقة ديك بايه مسلا تلطيف للجو دي منطقة صحراوية صحيح جوها شديد يعني جوها حر شديد اما يبقى فيه اشجار بتعمل التكسيف للمياه بتعمل التكسيف للرطوبة بتحسن الجو بتلطى في الجو وده شيء اساسي احنا هنا في مصر عندنا مسلا الناس مش فاهمة قيمة الاشجار بالنسبة لحياتهم دول فيه بعض دول مختلفة من العالم معدل الاشجار عشر اشجار مقابل كل فرض احنا هنا كل فرض في مصر بيقابلوا شجرة واحدة الموضوع ياري تيجي على شجرة ويكونش فرقة واحدة بالضبط الموضوع الصعب هي الفكرة كلها الموضوع الصعب انت يعني ما بقاش عندك عزر الاماكن متاحة ان انت تزرع الحمد لله دلوقتي فيه في الصحراء الغربية احنا بنتوسع في زراعة في كل اشكالها بسمها ما شاء الله المشاريع المختلفة للدولة بتجريها او الاستثمارات المختلفة اللي بيجريها الافراد ففيه توسع رهيب في منطازة دي فهذا خيال حظاك معايا باش مهندس ان احنا مثلا بعد خمسين سنة احنا ممكن منعش نشوف ده انها بعد خمسين سنة منطازة الصحراء الغربية دي صحراء قاحلة لا زرع بها ولا ماء بقت كلها اشجار بجانب الزراعات اللي فيها المناخ فيها بعمل الزق مختلف تماما ما خياتغير كل دول العالم بتسعى الان مثلا الصين اسيوبيا بعض دول افريقيا بجانب التجربة اللي بتحصل فيه السعودية دلوقتي مبادرة السعودية خضراء مطازة السعودية فيه تغيرات مناخية بتحصل فيها رهيبة المبادرة اللي شغالة هناك واحنا برضو شغالين هنا في المبادرة الرئاسية السعودية بتزرع كمية رهيبة من الاشجار تخيل حضرتك الوضع ده كمان خمسين سنة بعمل الزق بيبقى وفرنا خشب غيرنا مناخ المنطقة احنا عندنا مدينة الاساس في دوميات وعندنا دوميات من اكبر الاماكن في العالم مش في مصر بس بتنتج او بتصنع الاساس طب احنا فين انتاجنا اساسا من الخشب كله بنستورده من برا في صورة قرم او في صورة لمبرز وبيخش المصانع دي احنا عندنا المنظومة كاملة ولكن ينقصنا المادة الخشب بس هي دي الفكرة المصانع موجودة الالات موجودة المجففات موجودة المناشير موجودة اللي ينزل دوميات ويبص سياتك هتفاجأ من صناعة زي دي طب تخيل بقى حضاك ان احنا وفرنا المادة الخامدي يبقى انا وفرت كمية دولارات كل سنة بستورد بارقام رهيبة زي ما حضاك ذكرت اتنين مليار وبيزيدوا الخشب ده مالوش بديل يعني مش اللي هو حاجة انا مقدرش اطلع عليها بديل اللي احنا كان بقى كل حاجة في حياتنا حتى الاقلام من الخشب فالشجرة بالنسبة لي مصادرها ايان او منتجاتها كتيرة فانا لازم ازرع علشان اقدر اوفر ده صحيح طيب احنا حابين برضو نتكلم على جزئية ان يكون عندنا برضو اه انواع مختلفة من الاشجار الخشبية ايه الانواع اولا اللي مزروها عندنا في مصر ايه الانواع التانية اللي محتاجين انها تتوفر برضو في الفترة اللي جاي احنا مثلا عندنا في مصر الحمد لله في تنوع من النباتات رهيب بسم الله ما شاء الله في جميع انحاء جمهورة مصر العرب من اول الاشجار اللي هي قمتها قليلة لحد الاشجار اللي هي قمتها عالية جدا لو بدنا نبصها اللي هي القفور والجزوارين استخدماتهم محدودة وصناعتهم محدودة عشان احنا اللي ما بنعرفش نشتغل عليهم مش عشان هم وعشين لا دول زي دول زي استراليا الناس دي بتعتمد على القفور والجزوارين اللي احنا هنا بنحرقهم وننتج منهم بيعتمدوا عليهم اعتماد كل في صناعتهم من الاخشاء احنا ما بنعرفش نشتغل عليهم دي النقطة بقى اللي شغال عليها أحد زي مركز البحوث والسادة العلماء الأجلاء اللي موجودين فيها بجانب شركات كتيرة من القطاع الخاصة إن إحنا نفهم الناس إزاي نشتغل فإحنا التنوع اللي موجود عندنا في كل منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية بنوجس السادة المزرعين اللي هو أفضل مكان يشتغل فيه أو يزرع فيه النوع ده من أول الكفور والجزورين مروراً إلى حاجة زي المهاجني اللي هو يعتبر أعلى أنواع الأخشاب اللي موجودة حالياً في الأشجار الخشبية ثم حاجة اسمها السرسوع يعني هو اسمه كده شجر اسمه السرسوع ده من نفس أو من جنس عائلة خشب الورد وعائلة الصندل الهند بتتميز بينتاج الصندل وخشب الورد إحنا عندنا السرسوع شجرة ممتازة جداً تصلح في وجه إبلي من أول المينيا لحد نوصل لصر أسوا والخشب الزين يا دكتور الخشب الزين فيه محاولات كتيرة لتوطينه هنا في مصر ولكن الخشب الزين إحنا بنستهلك كميات كبيرة منه تقريباً في كل صناعتنا بيستخدم الزين ولكن للأسف إن أنا أوطنه هنا في مصر حالياً صعب ليه بقى؟ لأنه بيحتاج دراجات برودة عالية ده ممكن ينزرها في منطقة أنا أسف زي سنتي كاترين سنتي كاترين فيها درجات الحرارة فيها عالية درجات البرودة فيها عالية يعني بيتمر بعدد ساعات برودة طويلة فده ممكن يصلح في منطقة زادي إحنا زرعنا بالفعل ولكن كان في ظل مكيفات يخرج يتأقلم مع الجو اللي برا للأسف بينصدم ويموت طب إحنا لنا بديل هنا معنا أدور على البدائل اللي موجودة في الطبيعة بتاعتي معنا أنا هو منطقة مناطق أوروبا وشمال أوروبا ربنا حباهم بأشجار زي الزين إحنا بنستوردها إحنا هنا عندنا في مصر شجرة اسمها الزينزلخت نفس الاسم شجرة الزينزلخت دي شجرة ممتازة جداً سريعة النمو تقدر تتحمل كل الظروف والعامل المناخية المختلفة وفي نفس الوقت تديني خشب صلب وقوي جداً بالعكس يفوق الزين في صلابته ومتنته وفي نفس الوقت رخيص إحنا مثلاً في الأرياف أنا موحد من الناس من الأليوبية معاً جناش في أي بيت مفيش رقنة أو أنتريق أو أي حاجة مصنعة من الزين إحنا بنزرع لأولادنا يعني أنا الطلاق لقيت والد زرع لشجر مزلوع عادي كده التشجير قطعناه وعملنا منه الأساس شجرة ممتازة جداً أقسم بالله ده بجد ده حقيقي يعني دي حاجة موجودة في بيئتنا أنا ليه أطلع أدور على الحاجة من بره رخ مننا عندي دي موجودة عندي الزنزلخت هو حتى من اسمه زانزلخت يعني شوف يعني حضاك زي الزان ويكاد يقارب المهوجني في صلابته المهوجني من الأخشاب الصلبة جداً يعني هو الراجل ده أقوى من الزان أقوى من الزان ولكن ينقصنا من إحنا نهتم بيها نفهم إيه الشجرة دي نفهم إزاي نرعيها ونهتم بيها ونربيها صح إحنا ينقصنا سيادتك التربية مش الفكرة إن إحنا نزرع شجر في شجر كتير بينزرها وأشجر بالألاف بل بالملايين موجودة ولكن ما صارها إيه سيادتك في الآخر بتروح تتعمل فحم مش مشكلة ولكن أنا لازم أوجه المزارة عزينا عزز القيمة المضافة من الأشجر إزاي ربي شجر هي دي النقطة هي دي النقطة مثلاً حيوية ومهمة جداً بيلعب عليها العلماء في مراكز البحوث إن إنت حضرك بتعمل غابة شجرية وتضيع فيها بدل السنة عشرة وفي الآخر تفوجع إن ما عندكش مرضود من اللي إنت زرعته أو من المدة اللي إنت استنتها لأن إنت معرفتش ترب شجر أشجر خشبية زيها زي أي شجرة أو أي محصول لازم رعاية واهتمام وتربية عشان أقدر أطلع منها أكتر من قيمة سواء الاحتباس حراري أو تخلص من مياه الصرف الصحي أو إن أنا أنت خشب وأعزز داخلي وأعزز الاقتصاد بتاعي فكرة إن تكون الأشجر الخشبية دي محوطة كل الأفدنة أو الأراضي الزراعية هل ده مرجح إن يبقى موجودة مش مهندس وهل ليه فايدة ولا لا ده بالفعل موجود حالياً مفيش مزرع سيادتك تنفع تنزرع في الجبل إذا لازم لما يكون لها مصاد رياح أي مزرع هتنزرع في الصحر من غير مصاد رياح فهو صاحبها بيحكم على النباتات بتاعته بالموت هو سبحان الله ربنا خالق لكل حاجة حاجتها ومخصص لكل شيء الشيء بتاعه علمياً زي ما احنا درسنا في كلية الزراع والعلاق وأساتنا فهمونا ودرسونا إن أنا قبل ما اشتري أرض أو بعد ما اشتريت أرض قبل ما ازرع فيها قبل ما ازرع فيها بثلاث سنين لازم نكون عامل مصاد رياح ثم بعد كده أزرع وصوبة علمياً ويوجد إن مصادات الرياح بتفرق فيه الإنتاج ذات نفسه لو أشجار فاكها لما فيش مصادات الرياح وجات الرياح ساخنة زرياح الخمسين لما بتيجي بتوقع الظهر وبتقلل إنتاجية الشجر لو زرع خضار في قلب الجبل وما فيش مصاد الرياح حوالين الأرض بتاعتي أي رياح هتيجي هتضمر الزرع بتاعها فلازم وحتمن ولابد نزرع مصاد الرياح احنا دورنا بنقوله لأ ازرع الشجر دي أو ازرع الشجر دي بما يتناسب مع إمكانياته المادية وكذلك وضع المياه والطربة في المزرعة بتاعته وللأسف معظم المزارعين إنهم ما فاكرين أنا مثلا عند قطعة أرض بقى أخدها صور شجري وخلاص مصادات الرياح أو الأصوار الشجرية ده علم وفن ليه أصول وقواعد في المراكز البحثية أو في قليات الزراع بيدرس للطلاب أنا كل مكان ليه الطبيعة اللي قدر أشتغل عليه فيه مصاد الرياح منفذ فيه شبه منفذ فيه عديم النفذية كل مكان وليه وضعه منطقة زي منطقة الزعفرانة الدولة بتنشئ فيها محطات لتوليد القهرباء من الرياح أنا لو زرعت هناك في منطقة زي دي منطقة شديدة الرياح ما عنديش مصاد الرياح أنا حكمت على اللي زرعت كله بالفشل وضيعت فلوسها بقى منصورة فلازم وحتماً ولابد إن يكون فيه مصاد الرياح في المزرعة بتاعته وحالياً إحنا بنحاول ندور على معظم الأصناف الجديدة حتى بنبص للدول اللي حوالينا اللي طبعت جوها وظروفها مشابهة لنا يعني إحنا دلوقتي إحنا عندنا مثلاً شغرة زي المورينجا موجودة في مصر فيه أكتر من صف من المورينجا ولكن فيه صنف أو فيه نوع كان غافل عن ناس كتير اللي هو البان العربي يعني البان العربي ده هتغنى به الشعراء ودولة زي السعودية المملكة العربية السعودية بيزرعوا حالياً البان العربي في كل مكان فيه المملكة العربية السعودية بيتحمل الجفاف بيتحمل أشد وأسوأ ظروف يعني جو السعودية أصعب مننا بمراحل وفي نفس الوقت بيزرعوه من البزرة تقدر تديني معدن هو في السنة ستة لعشرة متر بيقال عليها شجرة الحياة لأن هي بتنقل مياه الراكدة اللي وقفة تحتيها تقدر تجلب أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات تستوطن فيها طب إحنا ليه ما نزرعش ده في الصحاري بتاعتنا عندنا مثلاً في الوادي الجديد أنا كنت في شغل هناك وجدت شجرة رهيبة ممتازة أخواتنا في السودان ربنا فك أزمتهم إن شاء الله بيزرعوها في كل مكان شجرة اسمها الهجليج دي استفادة منها دكتور دي شجرة مصاد رياح ممتاز جداً سياج ولا أروع الشوكة بتاعتها كبيرة توصل في بعض الحين إلى عشر سنطي أخشاب جيدة إلى حد ما صمار الهجليج بتعالج أو لها آآ أثر في تقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم أما هناك إخواتنا في السودان بيستخدموه بالفعل وإخواتنا في الوادي الجديد بيستخدموه بالفعل بلح الهجليج بيقالوا عليه كده بلح الهجليج أو بلح الصحراء طعمها مر ولكن فيها فوايد وقيمة غزائية عالية وفي نفس الوقت أقدر أطلع من الصمار مادة الصابونين وأستخدمها شجرة كلها فوايد وموجودة في الصحراء تقدر تستحمل الجفاف تستحمل العطش بفضل مجموحة الجزر القوي أنه ليه معززش المنظومة الزراعية بتاعتي بالأشجار دي مكلة طيب القيمة الانتاجية لهذه الأشجار والدورة الزراعية بتاعتي ممكن تاخد معي قدي وقته وعملية التسويق هل ثقافة التسويق موجودة برضو عندنا في مصر لأن المزارع برضو لما بيجي يقبل على زراعة أي محصول مش بس الأشجار بيفكر هل سوى المحصول بتاعي ولا ها في مشكلة يعني كلمنا عن هذه الأمور مسكولة التسويق بتاعها محلولة مفيش مشاكل في التسويق الدورة الزراعية بتاعتي ممكن تكون قدي إيه في أنواع الأشجار اللي بتم زراعيتها عندنا في مصر العائد بتاعها هل مرضي مسلا بعد فترة معينة من زراعيتها الحاجات دي كلها حظاك مسلا أنا موضوع التسويق دلوقتي بالنسبة الأخشاب أنا نشوف حظاك يعني الأصحب ذات نفسه مخلفات الأصحب بتتاخد تتعمل اللي هو خشب حبيب التبن اللي هو ناتج دراستي الغلق بيتاخد تعمل خشب حبيب حظاك إحنا بنستهدف منتج نحن لننتج منه شيئا مطلقة إحنا بنجيبه من بره فبالتالي موضوع التسويق ده أنا بالنسبة لي مفيش فيه أدنى مشكلة الحاجة الوحيدة اللي تعيب زراعة الأشجار الخشبية اللي هي طول فترة الانتاج ولكن من رغم من طول فترة الانتاج إلا وإنها تبقى موجدية أنا بزرع خشب آسف أنا بزرع خشب الخشب ملوش بديل أنا بستورده كله من بره مصر فمشكلة التسويق أنا حاليا دلوقتي حظاك إحنا بنضار على قفور وجزورين مش موجود الموضوع كله عرض وطلب السوق فاضي وإحنا الله أكبر مئة مليون وفي زيادة مستمرة فإحنا بنتكلم في منتج لو مصر كلها انزرعت أشجار خشبية مش هتكفي السكان الموجودين فيها ولا استخداماتهم ولا احتياجاتهم دولة زي الصين بالأعداد الرهيبة اللي فيها جات سنة 2010 زرعت مليار شجرة حور ده رجع بالإجاب على المناخ بتاحهم وفي نفس الوقت توفر فلوس رهيبة لدولة زي الصين هذا أعواد الكابريت إحنا بنستوردها دي نقطة واللي هي بتنتج من خشب اللي هو خشب الحور بجانب الأقلام الرصاص فإنا بالنسبة لي أي شجرة خشبية حاليا في الوقت اللي إحنا فيه في ظل الأزمة العالمية اللي موجودة إحنا بنبص في السوق المحل بتاعنا وده اللي خلى زي ما قلت لحضرتك في الأول طن جزورين بربعمائة جنيه وبتلتمائة جنيه يرفع لألف وخمسمائة والألفين طن القفور نفس الرقم طن القفور اللموني تلاتة وتلاتة ونص واربعة طن المهاجني من تلاتة ونص لأربعة لتمانية واثناشر ألف كل دي فيه زيادة مستمرة وإحنا بنتكلمش على دلوقتي إحنا بنتكلم على سقر منتج إن شاء الله كمان عشر سنين هقطعه في بعض الأشجار من الأشجار الخشبية ولو قلنا أمثلة سريعة الجزورين هنقدر أقطعه بعد تلات سنين أو أربع سنين واستخدامه في استخدامات مختلفة حاجة زي البنبل اللي موجودة معنا في الستوديو دي شكلها جميلة جدا ده ده ممتاز جدا ده فيه ناس كتيرة جدا غفلة عن أهميته الصين بتزرع كميات رهيبة منه ده بيخش في كل الصناعات المختلفة هو قدر أقطعه كمان ست سنين كمان ست سنين بالزبط قدر أقطعه وبيع عود زي اللي موجود قدامنا ده أربعة بوصة سعره حاليا دلوقتي سيادتك مئة وعشرين جنيه فإحنا بالنسبة للأشجار الخشبية لو نرتبهم أبدأ بالجزورين ثم الكفور معها حاجة زي البنبو أطلع مثلاً ليه المهاجني والسرسوع والتك دي حاجات دورة القطع فيها تبدأ من أول عشر واثنشر سنة فأنا بالنسبة لي ما بقولش المزارع البسيط أو المستثمر اللي هو مثلاً قطعة أرضه بسيطة ازرع كلها غابة شجرين لأنه مش هيقدر يعمل ده ولكن بنقوله استغل استخدم أرضك استخدام صحيح واعمل مصد رياح حوالين أرضك تقدر تضاعف به قيمة الأرض المصد رياح مش هينقطع فبالتالي الأرض فاضية يقدر يزرع فلو عايزه ومصد رياح وقت ما ييجي وقته نبدأ نقطع صحيح طيب لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وحابب أنه هو يبادر بزراعة الأشجار الخشبية وقت الزراعة لكل مثلاً الأصناف المعتاد عليها بيكون إمتى في السنة الحصول على الشتلات المتعلقة بالأشجار الخشبية ممكن يحصل عليها منين الحاجات دي كلها بشمال حضاك مثلاً إحنا دلوقتي الأشجار الخشبية إحنا بنقول لها مش مزايزها الأشجار الفكهة أو النخيل لها وقت معين ولكن أفضل وقت للزراعة عمومة أنا هم نتكلم في الربيع بنحاول نبد عن الشتة شوية يوميندول يعني بالزبط بنحاول نبد عن الشتة وعن الحر الشديد فأنا ممكن أبدأ أزرع من شهر ثلاثة إلى حد شهر أحداشر أنا الفترة دي كلها معي أقدر أزرع أي صنف من أصناف الأشجار الخشبية المختلفة مهما كانت هي أي مكان الحصول عليها معظم المشاكل اللي دلوقتي حالياً الحمد لله بفضل الله بقت موفرة إلى أشجار الخشبية آه عندنا عجزة حالياً في بعض الأشجار بسبب أن المبادرة الرئيسية شغالة بتزرع بسم الله وإن شاء الله في ناس قائمين عليها بينحطوا في الصخرة عشان يقدروا يشجروا كل مكان في جمهورة مصر العربية يمكن الناس مش لمسة ده في الشوارع هنا ولكن في مناطق اتحولت من أرض رمل فضية إلى غابات بفضل الله وده كله إن شاء الله قريب الناس هتشوفه المشاكل الموجودة في وزارة الزراعة أنا شايفه المعرض الديم هنا بره بسم الله وإن شاء الله موجود فيه شتلات أشجار خشبية مختلفة بجانب تقريباً ما بقاش في يعني كل محافظة فيها أكتر من مشتل بيوفر أشجار خشبية فالحصول عليها من الصعب هي الفكرة كلها إن هو يبدأ يبادر ويزرع الأسعار أخبارها إيه؟ من أول جنيه لحد مية جنيه يعني كل صنف على حسب سعر ومثلاً القفور والجزوارين اللي كان بخمسين قرش وبجنيه مش موجود حالياً فسعره وصل تلاتة جنيه وخمسة جنيه قفور مثلاً تمانية جنيه وعشرة جنيه مهاجني خمستاشر سرسوع مثلاً اتناشر خمستاشر التك مثلاً خمسة وعشرين فيه عندنا خشب ورد بيوصل سعره الامتين وخمسين كل حاجة على حسب القيمة أو العائد منها بجانب على حسب توفرها وإمكانيات إنتاجها لأن فيه بزور بتستورد من بره مصر فبالتالي سعرها بيبقى عالي شوي يعني ممكن إن شاء الله خلال السنين الجاية بفيه أمهات بالفعل موجودة نقدر نطلع منها بزور نقدر نزرعها بسعر أبسط يبقى فيه توسع فيها وبعدين الأسعار بتاع الأشجار الخشبية دلوقتي غير من خمس سنين فاتت عشان بقى فيه ثقافة عند المزارع إن هو يبدأ يدور يعني أشجار خشبية فالمشاتل بدأت تجيب بزور وبدأت تزرعها لأن صاحب ماشتل بحيز يزرع اللي يقدر يبيعه يعني مثلا لو جيه يقول له من سنتين ثلاثة مواجني لأ ما حدش بيشتريه لأنه الناس ما كانتش عارفة قيمته فإحنا بقى عمالين نتكلم ونقول أشجار خشبية حضراتكم استضفتونا بره واثنين وثلاثة وده لينا الشرف بجانب المراكز البحثية حضراتكم استضفتوا علماء أجلاء برضو نفس القصة قناة مصر الزرعاء لها دور في نشر الفكر دوت بجانب شراكات القطاع العامة والقطاع الخاص لهم دور واتكللت كل دوت بالمبادرة الرئاسية اللي خلت الناس تفهم يعني أشجار خشبية وتعرف قمتها سواء المادية أو الاقتصادية أو المعنوية بالنسبة للموطن الفترة العمرية المتوسط يعني الأنواع الخاصة بالأشجار الخشبية مثلا إحنا زي ما قلنا الجزوارين ممكن يعني بصهلها معظم الأشجار الخشبية احنا ممكن نحط لها في سكة عشر سنين نعم أقل دور القطع عشر سنين ولكن احنا بنبدأ نلعب معاها أو بنبدأ نستخدمها لحسب أنا عايز بنهاي حاجة زي الجزوارين مثلا باشتغل ممكن تلات اربع سنين وأخد منه سندات أو عواميات أبدأ أشتغل فيها في الصواب بتاعة العنب والمنجة و بعد كده ممكن أسابل عشر سنين أبدأ أطلع منها ألواح وأبدأ أشتغل القحور اتناشر خمستاشر ما هو جاني نفس القصة اتناشر وخمستاشر السرسوع تلاتاشر سنة التك بيوصل لخمسة وعشرين وخمسين سنة طبعا فكل شجرة لها يعني لها عمر قطع معين نتكلم من أول تلات سنين لحد فيها حاجات ممكن توصل لخمسين وسبعين سنة زي الأبانوس الأبانوس بيتبع بالجرام مش بالكيلو كمان لو بتعملون تبلوهات العربية المرسيدس والحاجات الفاقمة دي صحيح ده سعر الكيلو فيه بيوصل لتلات اربعة تلاف دولار الفكرة انه سعره غالي ان دور قطعه مئة سنة ومئة وعشرين سنة بياخد وقت جانبا بالزبط فهي دي الفكرة الأشجار الخشبية من أول سنة ممكن أقدر أقطع حاجة زي السيسبان اللي ممكن أشتغل عليه من أول سنة طمانتاشر شهر في الزبط أقدر أقطعه نعم للبنبو ست سنين صحيح مختلفة كل شجرة ديها عمر قطع نقدر نلول أو نتوسم خير في المبادرة الرئاسية إن شاء الله بإذن الرحمن أنت تتوفر بالأشجار الخشبية بشكل كبير جدا وفي كافة محافظات الجميلية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق بشكرك جدا والله بشعر بمودك دائما أنا شاكر جدا أفضل الله يعزك شكرا ليك المهندس محمود حمد المهندس أزرع نورتيني الله يبارك أعملك شكرا جزيلا لسم كاملين معاكم إن شاء الله مشاهد الكرام بعض الفاصل فقرة حوارية أخرى من نهار جديد انتظروا موسيقى